السيسي يلتقي سالفاكير بقصر الرئاسة وزعي من يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات كافة مصر وجنوب السودان توقعون على عدد من الاتفاقيات ومتكرات التفاهم للتعاون في عدد من المجالات مقتل سبعة إرهابيين وضبط نحو سبعين آخرين في مدهمات نفذت القوات المسلحة بمحافظة شمال سينة أسمينا مساء في القاهرة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش فانوراما إخبارية على شاشة نيل مرحبا بكم مرحبا بحضرتكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جنوب السودان سالفاكير بيرادات بمكر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقبها جلسة مباحثات موسعة خلال المباحثات تم تأكيد على أهمية تكسيف العلاقات الثنائية في كافة المجالات لسيما الصحة والزراع والتعليم والري وكذلك التنصيق بين وزيري خارجيات البلدين من أجل الارتقاء بالتعاون وبناء القدرات للأخوة في جنوب السودان كما تناول لقاء تطورات الأوضاع في المنطقة شهد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب توقيع عدد من الاتفاقات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين عدد من الوزرات المصرية ونضرائها من دولة جنوب السودان تضمنت هذه الاتفاقات البرنامج التنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان في مجالات الشباب والطلائع ومذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي وبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي إضافة إلى اتفاقية التعاون الفني والتنموي في مجال الموارد المائية ومذكرة تفاهم للتعاون الزراعي لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة على مساحة 200 هكتار بجنوب السودان شملت لاتفاقات بين مصر وجنوب السودان مذكرتين تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والكهرباء امتدت العلاقات بين مصر إلى دولة جنوب السودان الوليدة عقب انفصالها عن دولة السودان الأم باعتبر أن هذه العلاقات تاريخية يرى الخبراء أن زيارة رئيس جنوب السودان سيلفا كار إلى مصر في هذا التوقيت سيكون لها أكبر الأثر في مواجهة التحديات التي تواجه الدولتين خاصة ملف نهر النيل دائما ما توصف العلاقات بين مصر والسودان بصفة عامة بالتاريخية علاقات امتدت إلى دولة جنوب السودان الوليدة باعتبارها جزءا لا يتجزع من السودان الكامل فهناك عدة قواسم مشتركة تجمع البلدين لعل أبرزها وملف سد النهضة القاهرة حريصة على بناء علاقات قوية ومتوازنة مع دولتي السودان من منطلق حرصها على تنشيط ودعم العلاقات مع دول حدنيل بالدرجة الأولى وأيضا تدعيم وتنشيط العلاقات مع دول إفريقيا بشكل عام إضافة إلى العمق الاستراتيجي للأمن القوم المصري الذي يمتد إلى آخر السودان زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير إلى القاهرة يرى الخبراء بأنها سيكون لها أكبر الأثر في تدعيم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولتين إضافة إلى أنها ستفتح أفاقا جديدة للعلاقات بين القاهرة وجوبة هناك متغيرات كبيرة حدثت في مصر وهناك أيضا متغيرات كبيرة حدثت في جنوب السودان مصر كانت حريصة خلال عهودية مختلفة على دعم وتعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان هي دولة مهمة لنا على جميع الأصعادة الصعيد الأمني والصعيد المائي تربطنا بها علاقات صداقة وأخوة هناك أعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان تعلموا وتخرجوا من الجامعات المصرية مصر قامت ببناء بعض المشروعات التنموية في الجنوب من بينها أربع محطات للكهرباء من بينها مستشفى مصر أيضا في جوبة عاصمة الجنوب وبعض المدارس ووضع حجر الأساس لفرع جامعة الأسكندرية في الجنوب حقيقة الأمر أن مستقبل العلاقات بين البلدين تحدده الإنجازات التي يتم تحقيقها في ملفات استراتيجية مثل المياه والأمن والتنسيق السياسي بين الدولتين لمنع التدخلات الخارجية أشرف إبراهيم النيل هذا والمزيد من المتابع حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رمضان كوراني مدير تحرير نشرة الشؤون الإفريقية أستاذ رمضان بعد التحية كيف تتابع زيارة رئيس جنوب سودان سالفاكير إلى القاهرة واللقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف ترى مردود الزيارة على العلاقات بين البلدين الثنائية بداية تحيات الحضرات الأستاذ المشاهدين أتصور أن الزيارة تصب بشكل قوي وفعال في مردود الأمن القوم المصري يجب أن نعترف أن دوائر الأمن القوم المصري ترتبط بالدائرة السودانية ارتبط مباشر سواء بالسودان الشمالي أو بجنوب السودان ومن ثم هذه الزيارة إذا أردنا أن نؤكد قيمها وأن نؤكد الرسائل التي ترسلها أنها تصب مباشرة في صالح الأمن القوم المصري الجانب الآخر لا نستطيع أن نفصل زيارة الرئيس سيل فاكير عن زيارة الرئيس السوداني عمر التشيزي القاهرة منذ أسابيع بسيطة فكلا الزيارتين تكملان بعضهم البعض أتصور أن حدث انفراب قوية في العلاقات المصرية السودانية في الفترة الأخيرة وجدتها زيارة الرئيس السوداني عمر البشير بالعديد من الاتفاقيات والوافد الوزاري الموسع الذي شارك مع الرئيس البشير كمحالسات القاهرة فهي اليوم بنفس الطريقة وبنفس السلوب يأتي الرئيس البكير إلى القاهرة ومعه وقت وفد وزاري موسع جدا جدا من الوزراء لدولة جنوب السودان ويشمل الوافد الوزاري العديد من الوزراء حتى أن هناك ست وزراء كريجل الجماعة المصرية ومسع وزراء كانوا ضمن الوافد الوزاري هذه النقطة المهمة الثانية التي أحب أن أشير ليها النقطة الثالثة أرى أنها تتعلق في البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية نحن نعيش بحق مرحلة الحكبة الزهبية للسياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية هناك تحرك مصري واعي وفاعل على الساحة الأفريقية في العديد من الملفات أتصور أن ملف السودان من المهم جدا جدا بشمالي وجنوبي من الملفات التي كان يجد أن تكون حاضرة على أجندة السياسة الخارجية المصرية وهكي القاهرة تحاول أن تجري التنفيق اللازم في علاقاتها سواء مع الشمال السودان أو مع جنوب السودان الجانب المهم أيضا أن دولة جنوب السودان أنصر مهم آخر في ملف مفاوضات سد النهضة رغمانا أنا أميل دائما إلى الفصل بين الأمرين باعتبار أن ملف مفاوضات سد النهضة قد انتلقى بمحادثات ثلاثية مصرية سودانية أثيوبية لكنه من الناحية الاقتراتيجية عندما يكون الطرف الجنوبي السوداني وأيد للمصالح والأهداف المصرية أنصور لذلك الطب في صالح المفاوض المصري في المرحلة المقبلة نعم كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ رمضان كوراني مدير تحرير نشرة الشؤون الأفريقية شكرا جزيلا لك شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على تطلع مصر للموي الاستثمارات السعودية خلال استقباله وفد ممثلي مجتمع الأعمال السعودي في حضور عدد من الوزراء كما التقى الرئيس السيسي المبعوثة خاص للرئيس الصيني الذي جدد التأكيد على أهمية الدعوة الرسمية التي وجهتها بلاده إلى الرئيس السيسي لزيارة بكين الشهر المقبل قضية التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل لألاف العاطلين لا تزال القضية التي تحتل أولويات عمل مؤسسة الرئاسة وفي هذا الإطار يأتي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بحضور وزراء التخطيط والصناعة والتجارة الداخلية والتموين اللقاء تناول بحث سبل الإزالة المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين وتسليط الضوء على فرص ضخ استثمارات جديدة في بعض المشاريع التنموية العملاقة كان لقاء إيجابي للغاية استعرضنا فيه كافة المشاكل التي تواجه المستثمر السعودي سواء في المشاريع القائمة أو التي كانت متواجدة منذ فترة طويلة وأيضا فيما سيحدث في المستقبل لتشجيع المستثمر السعودي أو المستثمرين بشكل عام لزيادة استثماراتهم في جمهورية مصر العربية مشروع السويس أنا متفائل أنه سيكون شباك جديد كبير بالذات السعوديين صناعاتنا نجحت جدا في المملكة ونصدر ونتطلع لقاعدة ثانية توصلنا للأسواق التقليدية تبعتنا في أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية ولن يكون هكذا أفضل من الموقع في قناة السويس حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطى حاجز لـ 22 مليار دولار عبر ثلاثة ألاف شركة برأس مال سعودي خالص لتحتل بذلك المرتبة الأولى من بين الدول الخليجية الأطخم استثمارا في مصر وهو ما يعكس خصوصية العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين مصر بالنسبة لنا بتمثل قلب اللهم العربية ونحن نستثمر في مصر زي ما بنستثمر في المملكة وتوجيهات الدولة السعودية لريال أعمال بتجيعنا على الاستثمار في مصر والعائد إن شاء الله طيب القضية ذاتها قضية التنمية الاقتصادية امتدت لتفرض نفسها على أجندة لقاء الرئيس بكل من المبعوث الرسمي للرئيس الصيني والنائب الأول لرئيس الوزراء الصيني حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحري وكذلك بحث زيادة أعداد السائحين الصينيين كما شهد اللقاء أفاق مشاركة الصين في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه القاهرة منتصف مارس المقبل اللقاء شهد كذلك توجيه دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة الصين أواخر الشهر المقبل من مقار رئاسة الجمهورية علاء رشوان أنيل للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة الاقتصادية دكتورة باسانت فهمي دكتورة باسانت بعد التحية حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى 22 مليار دولار وهذه المرة هناك نوع من التقارف في المجال الاستثماري ما بين البلدين كيف تقيمين هذه الاستثمارات السعودية على الأراضي المصرية ومدى قبيلياتها للزيادة طبعا حضرتك ما يحدث في المنطقة تحول هائل في النظرة المستقبلية لأسلوب إدارة الاقتصاد في المنطقة ككل المنطقة العربية نازم يبقى فيه بينها تعاون على مستوى عالي أوي وخاصة طبعا المملكة العربية السعودية بقصة أنها أكبر دولة من ناحية الناتج القومي الإجمالي في المنطقة التكامل التعاون مهم أوي على أساس أنه حيبتدي في مرحلة لاحقة بإذن الله ندخل على مرحلة تكامل يعني التعاون إحنا في المرحلة الحالية أيو حجم الاستثمارات كبير لكن ممكن يتزايد أكثر من كده بكثير فرص الاستثمار في مصر متاحة وعايز أقول أن الاقتصاد المصري متنوع على أعلى درجة يعني أي مجال عايزة تستثمير فيه في مصر أقدر أقول أنه مجال بكر وموجود وتقدري تدخليه تقدري تصدري لأوروبا بسهولة أنت في قلب الكرة إحنا لما بنقول فعلا الموقع متميز ده مش كلام أنت في قلب الكرة الأرضية أنت مدخل أساسي لأفريقيا وعلاقتك بأوروبا وطيدة بحر المتوسط بأجمعك حتى التصدير سواء كان مشركة أو مغرب ناحية حد أوروبا هذا الموقع الذي حاب به الله مصر ربما الصنيعة البشرية هي التي تحتاج إلى بعض التطوير أو التعديل كثيرا ما سمعنا عن إجراءات لتسيير الاستثمار أو حتى قوانين أو تشريعات ربما تصب في ضمانة الحقوق بالنسبة للمستثمرين الذين يأتوا أو يجلبون الأموال الخاصة بهم إلى الأراضي المصرية من وجهة نظرك ما ينقصنا في هذا المجال تحديدا حتى نكون قد أنجزنا هذا النجاح من الطبيعة البشرية كيف يحضرتك أهم حاجة وأنا أعتقد أن الكل شايفة دلوقتي هي مناخ الاستثمار وكلمة مناخ الاستثمار هي كلمة وسعة لكن أنا شايفة أن الحكومة والرئاسة مهتمة بالموضوع بنشتغل على التشريعات بنشتغل على محاربة الفساد على منظومة مقلة كبيرة بنشتغل على تدريب العمالة بنشتغل في كل المجالات الحقيقة ولازم نعرف أنه مفيش متشمل حيدخل مصر عشان يخرج بعد سنة أو سنين أنا بتحط الاستثمارات على الأرض أنت عايزة تقودي خنسيد أو مئة سنة وتورست طويلة الأجل فلازم تبقي عرفة أن الناس جاية تقعد معانا تعيش معانا فلازم تسهل لها وسائل الدخول وإذا حبت تخرج تسهل لها وسائل القروج دا بيجبنا بقى السوق رأس المال قوانين اللي بتسهل قروج الاستثمار قوانين اللي تسهل دخول الاستثمار قوانين اللي تسهل أن أنا فعلا أنزل أسهمي في البورطة هي شيء منظومة كل هذه الخطوات والجهود بتصب في أي إطار بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي المقرر ما بين 13 إلى 15 من مارس القاتل كل الكلام دا لازم نخلص بينه قبل المؤتمر ونساء الله هنخلص منه يعني لازم نكتمل ونخلصه قبل المؤتمر وكمان عندنا النواحي السياسية لازم بإذن الله نكون خلصة كمان لانتخابات البرلمانية ثلاث لما اتقرر تدخل تقول أنا دخل أعود في البلد في 100-200 سنة بإذن الله فلما وضعات إن شاء الله كلنا نشتغل عليها مع بعض أشكرك الخبيرة الاقتصادية الدكتورة باسانت فرمين ما زلنا نتواصل مع حضرتكم حيث التقى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب المبعوث الخاص للرئيس الصيني وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني خلال اللقاء أكد محلب حرص مصر على تزليل كافة العقبات التي تواجه كافة الشركات الاستثمارية الصينية على أراضيها وضحا أنه في ضوء اهتمام الصين بالقرى الإفريقية فإن الشركات الصينية التي تعمل في مصر سيكون لديها فرصة النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية والاتحاد الأوروبي من جانبه أكد المبعوث الصيني رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع مصر منوها إلى أن الصين تدرك وأن مصر دولة ذات وزن وتأثير لا يقتصر على العالم العربي والإسلامي بل وعلى الساحة الدولية بأسرها قال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أن جيش مصر وشعبها يواجهان حربا مع الإرهاب مؤكدا إسرار الحكومة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد جاءت تصريحات محلب خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله نعقاد مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخة في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من مارس القادم جهود الشباب ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني تقاط شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعاونها مع الحكومة المصرية من أجل استقرار الوطن وهو ما ينعكس على استقرار المنطقة ككل هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محلب للإعلان على المؤتمر الاقتصادي العالمي مصر المستقبل والذي سيعقد في شرم الشيخ من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من مارس القادم دعوني أن تهز هذه المناسبة لتوجيه رسالة هامة وهي إننا بحاجة إلى الأجيال الجديدة وإلى الشباب إلى مجتمع رجال الأعمال إلى مؤسسات المجتمع المدني إلى شرقائنا في الدعم والتنمية لمساندة وتدعيم الجهود المصرية أكد محلب خلال المؤتمر أن مبادرة مستقبل مصر تهدف لتحسين فرص الحصول على رعاية صحية جيدة وخدمات تعليمية متميزة وتوفير للطاقة من أجل الحصول على حياة أفضل للمواطن المصري إننا اليوم نعلن عن انطلاق مصر نحو التنمية نحو الاستثمار نحو الاقتصاد القوي وأيضا أننا بنؤكد أن هناك دعم وهناك مشاركة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سنرسي سويا إطارا لانطلاقة عربية نحو مستقبل أفضل لشعبنا وأفاق أرحب لأجيالنا تستعد مصر لاستقبال هذا المؤتمر من خلال خطة تشمل ثلاثة محاور وهي تنظيم جيد للمؤتمر والعمل على تسوية نزاعات الاستثمار ومراجعة التشريعات الاقتصادية من خلال لجنة للإصلاح التشريعي نعلن عن المؤتمر كنقطة انطلاق وبداية لعملية استثمار طويلة ومن هنا حتى كانت تسمية المؤتمر في النهاية بمصر المستقبل لنشير إلى المستقبل ولأنه عملية مستمرة مع الأجيال مش مسألة بتقتصر على حدث واحد الطريق الوحيد والرئيسي أمام المستثمر النهاردة لتهيئة هذا المناخ أن يصبح أمام المستثمر إجراءات واضحة وسهلة لأداء الأعمال أن يصبح أمام المستثمر النهاردة إجراءات سهلة للدخول وأن يصبح هناك طريق واضح للخروج إما هذا الطريق أن يكون الخروج عن طريق برس الأوراق المالية أو المستثمرين للسراتيجيين وبالتالي في الحدثة دي بدأنا النهاردة نطور في قوانين الخاصة بأسواق رأس المال 95 لسنة 92 الجديد بالذكر أن رئيس الوزراء أشار خلال كلمته أن الاقتصاد المصري يتعافى وقد وصلت معدلات النمو في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7% في الوقت الذي تتعهد فيه الدولة بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار تتعهد أيضا بتحقيق نمو اقتصادي عن طريق تهيئة مناخ جيد للاستثمار لمثل قوة لمصر لاستعارة دورها الريادي في المنطقة عمر عبد العزيز قام وفد من مجلس الأعمال المصرية السعودية يضم 40 رجل أعمال سعودي بزيارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة نقش الوفد مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهام ميش ورئيس الهيئة الهندسية لواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية لعمليات القوات المسلحة نقش أهم المشروعات الاستثمارية وفرص الاستثمار خلال الفترة القادمة يقوم الوفد بتفقد أعمال الحفر الجارية بمشروع القناة الجديدة على أرض الواقع وفرص الاستثمار بها وكذلك بمشروع تنمية المحور هذا وقد عقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهام ميش مؤتمرا صحفيا عرض فيه سيادات وتطورات مشروع قناة السويس أمام الوفد الاستثماري السعودي وقال مميش خلال المؤتمر أن المصريين يعيدون بناء التاريخ لبناء مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة قناة السويس ليكون مصدر جذب للاستثمارات العربية وكذلك الأجنبية نحن في المرحلة دي بنوصل للتاريخ بالحاضر والمستقبل إن شاء الله ولما نشوف إن الشعب المصري كان تعداده أربعة ونصف مليون نسمة في وقت حفر القناة اشترك مليون نسمة من أصل أربعة ونصف مليون على مدى العشر سنوات في حفر قناة السويس استشت منهم حوالي 120 ألف شهيد هي دي إرادة المصريين وحفروا القناة بأبسط معدات الحفر وسواعدهم وأظافرهم ودموهم ونموهم لشان يصنعوا لنا شريانا للحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع فإحنا بنعتز بأجدادنا المصريين الذين حفروا قناة السويس إن شاء الله ولدنا يعتز بنا في الأجال القادمة نحن بنكمل مصيرة الأجال وقد استعرض الفريق مهمة ميش بعد مزايا الموقع المتميز لقناة السويس حيث يسمح للمستثمرين التحركات الديناميكية والتواصل مع الأسواق الأقليمية وكذلك العالمية كذلك أشار الفريق ماميش إلى أنه سيتم توفير تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية وكذلك توفير أراضي بالمشروع بحق الانتفاع نحقق الاستثمار بقوانين رائعة زي ما قلت حق النجاح في الاستثمار وحيب فيه فرصة لحضارك فرصة رائعة في الاستثمار في هذا المشروع وفي هذا الموقع العبقاري اللي ربنا حبى مصر به ودعما للشعب المصري العظيم دي بعض المزايا هنقولها برضو بسرعة أن الموقع بتاعنا يسمح بزي ما قلت الوصول للشمال والجنوب والشرق والغرب إن شاء الله احتمي توفير تشريعات قانونية الاستثمار بالمشروع تحقيق الحماية للمستثمرين والحماية للمصالح الوطنية وإحنا نوعد بكده ويمكن معنا دكتور هاني سري الدين وإحنا بدأنا فعلا أن نحسن من القانون أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل سبع من العناصر الإرهابية خلال عمليات مدهمة لقوات الجيش لهذه العناصر يومي الخميس والجمعة الماضيين بالإضافة إلى دبط سبع وستين من هذه العناصر الإرهابية والإجرامية بمحافظة شمال سيناء وقال المتحدث أنه قتل يوم الخميس الماضي إثنين من العناصر الإرهابية الخطرة داخل سيارة ملاكي تم تدميرها نتيجة لتبادل إطلاق النار مع الكوات المسلحة وأضف المتحدث أيضا أنه قتل أيضا خمسة عناصر إرهابية يوم أمس الجمعة نتيجة لتبادل إطلاق النار مع الكوات أثناء تنفيذ المدهمات حيث تم ضبط وتدمير 22 سيارة مختلفة الأنواع و146 دراجة بخارية دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحبطوا أي سلوك إجرامي يشكلوا تهديدا لأبن المجتمع جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء إبراهيم مع مدبري وديري إدارات البحث الجنائي ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمدريات الأمن والقيادات الأمنية المعنية حيث شدد وزير الداخلية على ضرورة احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات والتزامهم بحسن معاملة المواطنين نقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي وتوجيه الدربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السفراء الجدد لسبع دول هي اليابان وتشاد والكندا والبانيا وفرنسا وكوبا وفيرو وقد قدم السفراء الجدد أوراق اعتمادهم للرئيس بحضور وزير الخارجية سامح شكري وقد رحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد متمينيا لهم مهمة موفقة في القاهرة مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات السنائية مع دولهم في المجالات كفاء أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس استمرار المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 67 وقال أبو مازن خلال كلمته في بداية اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح إن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا في نهاية نوفمبر الجاري لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي والقرار الفلسطيني العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن وأوضح أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية الحالية تكسب بشكل دائم المزيد من الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية وذلك من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين المستقلة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية دكتور واصل بعد التحية أهم المساعي الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف دكتور واصل دكتور واصل أبو يوسف سنحاول الإعادة إليه مرة أخرى دعا وزير الداخلية الإسرائيلي أردان لبحث إمكانية سحب الهوية الإسرائيلية من سكان القدس الفلسطينيين أو إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة يتي هذا القرار كنوع من العقاب من ثبت عليهم التحريض ضد سلطات الاحتلال خلال الفترة السابقة وقد نقلت إذاعة الاحتلال عن الوزارة الإسرائيلية أنها قدمت توصيات للحكومة لسحب هويات الذين يشاركون في المواجهة أو العمليات ويشجعون على التحريض على العنف على حد زعمهم ودراسة إمكانية إبعادهم من القدس في الضفة الغربية من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة شباب من حي جبل الزيتون المطلة على القدس القديمة بعد توقيف مركبتهم ومعنا عبر الهاتف الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية دكتور واصل بعد التحية لحضرتك مرحبا بك أهلا بحضرتك كنا نتحدث عن أهم المساعي الفلسطينية والتي تكون بها السلطة الآن لإنهاء الاحتلال إسرائيلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عصمتها القدس الشريف تفضل القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا واضحا بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وضع مشروع قرار حول جلاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطينية المعترب بها في 29 نظامبر 2012 ضمن سخف زمني محدد وبطبيعة الحال تم التوافق عربيا على دعم هذا المشروع القرار والآن هناك لجنة المتابعة العربية تتاقد اجتماعها في القاهرة في 23 من هذا الشهر فيحضر الرئيس أبمازن لاجتماع لجنة المتابعة العربية للتأكيد على الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بدعم عربي وإسلامي ومن عديد من دول العالم من أجل التوصل إلى جلاء الاحتلال ضمن سخف زمني لا يمكن القبول بأن يبقى هذا الاحتلال جاتما المصدر الشعب الفلسطيني يمارس قد إجرامه وعدوانه وسياسة القتل والتصفي والاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية ونسحية ما فيه المسجد الأقصى المضارك وانفلات المستوطنين الاستماريين بهذه الطريقة لذلك هذا القرار يأتي في سياسة انهاء الاحتلال وفي سياسة ما قلت عن عربي نحن نعتقد أنه بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية والدعم العربي المرسود من خلال هذا الاجتماع لهذا التوجه سنذهب بشكل فوري إلى مجلس الأمم الدولي للتصويف على مشروع القرار وفي حال كان هناك فيتو أمريك في حال كان هناك تعطي من صبع الإدارة الأمريكية التي تعارض هذه القطوة يكون هناك إجراءات أخرى بما فيها الانضمام إلى كل المؤسسات الدولية وفي المقدمة الانضمام إلى معاهدة روما المحكمة للجهنية الدولية واتخاذ قرارات أخرى بما فيها التحلم كل الاتفاقات المبرنة مع السلطة الوطنية السلطينية التي جاءت هذه السلطة لمرحلة انتخالية كان يتعين أن تنتهي عن ساعة ستين وفعل الأمر الواقع تم تمديده حتى اليوم هناك اتفاقات مجحفة سواء اقتصادية أو أمنية أو حتى سياسية فلا بد من اتخاذ خطوات من أجل التحلم فبيا فاندم استخدام الفيتو الأمريكي سيجمد المسألة على الأرض كيف ترون هذه المسألة؟ الإدارة الأمريكية وضعت نصبع عينيها الحديث عن المفاوضات الثنائية برعايتها المنحاذة للإحتلال وهي تدرك تماما أن أكثر من عشرين عاما من المفاوضات الثنائية فشلت في عملية تحقيق أي إنجاز بالعكس كانت تدور بحصة مفرغة وكان الإحتلال هو المستفيد منها في عملية توشيع وبناء استعماله بالسلطاني واستمرار جرائمه وعجوانه بالتشعر الفلسطيني لهذا الأمر في حال كان تعطيل المسألة الإدارة الأمريكية من خلال بيسو في مجلس الأمريكي الدولي كما قلت سيكون هناك خيارات لذا القيادة الفلسطينية بالإنضاء إلى كل المعادة الدولية والتحلم كل المستفاقيات المضرورة مع الصورة الوطنية الفلسطينية الصورة وصلت الآن الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية شكرا جزيلا على هذه المتابعة شكرا شكرا نشرتنا لازالت مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل مقتلوا 23 شخص من عشيرة سنية بمدينة الرماد العراقية على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي اشتركوا في القناة ما هو قادم في بانوراما نيل أخبار الاقتصاد نتعرف عليها سوين والأمير داود إليك أمير شكرا لك دينا شكرا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها وزير الإسكاني يؤكد على وجود خلط بين المشاريع التي تنفذها الوزارة ويشدد على أنه لا يوجد دعم لمتوسط الدخل بل هي مساندة أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي على وجود خلط بين مشروعي الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل ومشروع دار مصر لمتوسط الدخل وشدد مدبولي على أن مشروع الإسكان الاجتماعي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكانية على مستوى الجمهورية بمساحة 90 متر بينما يستهدف مشروع دار مصر تنفيذ نحو 150 ألف وحدة سكانية فقط في عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر وقال الوزير أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد الأضخم على مستوى العالم ويبلغ سعر الوحدة فيه بحد أقصى نحو 135 ألف جنيه ويتم سداد باقي سعر الوحدة على 20 عام بقصد شهري يبلغ نحو 480 جنيها مؤكدا أن إسكانا للشباب ومحدود الدخل وأضاف الوزير أنه بالنسبة لمشروع دار مصر لمتوسط الدخل فإنه يستهدف فئة مختلفة عن مشروع الإسكان الاجتماعي وهي وحدات سكانية لمتوسط الدخل وأقل من مثيلاتها في السوق بنحو 30% ولكن دون دعم وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارة تنفذ أيضا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وحدات بمساحة 55 متر للفئات الأولى بالرعاية بنظام الإيجار حيث يصل الإيجار الشهري إلى 125 جنيه أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني أن مصر تأمل في جذب استثمارات تتروح بين 10 مليارات دولار إلى 12 مليارا في مؤتمر مصر الاقتصادي والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من مارس المقبل وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة لديها نحو 20 مشروع سيتم عرضها في المؤتمر في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتغذين الحبوب مشيرة إلى أنه سيتم تقسيمها على ثلاثة فئات استثمارية هي أولا المشاركة بين القطعين العام والخاص واستثمار القطع العام والاستثمارات الخاصة قال وزير النقل المهندس هاني ضاحي أن السكك الحديدية في حاجة إلى نحو 41 مليار جنيه لتطوير 700 عربة و21 جرار قطار مشيرا إلى انتهاء الأعمال الافتراضية للعربات وأضاف ضاحي أن الوزارة ستنتهي من المفاوضات على شراء نحو 700 عربة جديدة موضحا أنها طلقت عروضا مغرية وصينية وإسبانية ونتفاوض حاليا على أفضل العروض منوها بأن الوزارة تدرس شراء نحو 25 قطارا كما أنه جار توريد نحو 212 عربة مكيفة من صنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كشف وزير المالية هاني قدري عن أن الحكومة تعمل على تحسين التشريعات الضريبية لتحقيق عدالة ضريبية وتطبيق طرق حديثة للسيطرة على التهرب الضريبي كما كشف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم عن وجود تحسينات تم إدخالها على الضريبة على الدخل وجملة الممتلكات من ناحية تانية هناك مادة جديدة بالقانون تعطي الحق لمصلحة الضريبة المصرية أنها توقف التخطيط الضريبي الضار قال وزير التموين خالد حنفي أن مصر لديها بيئة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية لإقامة مشروعات كبيرة والمشاركة في الاستثمار في المشروعات التي سيتم إقامتها وأضاف حنفي أن وزارة التموين تعمل على تنشيط قطاع التجارة الداخلية لأنه من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل عن طريق تطوير الأسواق وطرح الأراضي لإتاحة مشروعات وسلاسل تجارية ومناطق لوجستية بهدف توفير فرص عمل للقضاء على البطالة أو الحد منها أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل عن تأسيس شركة جسور بين المملكة العربية السعودية ومصر للاستثمار في مشروعات قناة السويس الجديدة وقال كامل خلال زيارته ووبد مجلس الأعمال السعودي المصري لمشروع قناة السويس الجديدة أنه تم جمع ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه عند فتح الاكتتاب بالأمس ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ثلاثة مليارات جنيه خلال ثمانية أيام توقعت شعبة المصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة عودة أسعار حلي الذهب للارتفاع من جديد في ظل ارتفاع سعره عالميا وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وأشرت الغرفة إلى وصول الأسعار الحالية إلى حد تكلفة الاستخراج والتصنيع مرجعة ذلك إلى الهزات التي شهدتها البرصات العالمية في لندن وفقد ثقة المستثمرين في الأسهم والسندات ختم هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى زملاء دينة أبو الافتوح والبعسين واستكمال البانوراما شكرا لك أمير داود وهذه وقفة معنا وين الأخبار الرئيس السيسي يلتقي سالباكير بقصر الرئاسة والزعيمان يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في المجالات كفا مصر وجنوب السودان توقعان على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في عدد من المجالات بقتلوا سبعة إرهابيين وضبطوا نحو سبعين آخرين في مداهمات نفذات القوات المسلحة بمحافظة شمال سيناء مرحبا بكم إلى تطورات الحرب على تنظيم داعش الإرهابية حيث أفادت مصادر عراقية بأن التنظيم قتل سلسة وعشرين شخصا على الأقل من أمناء عشيرة سنية في محافظة الأنبار تعد الأنبار محافظة استراتيجية لكونها الأكبر في العراق ويعد الهجوم الذي شنه داعش على المدينة الأعنفة منذ سيطرته على مناطق واسعة شمال العراق بين كر وفر تدور المعارك وتتبادل الأدوار بين الأطراف المتحاربة نقطة هنا وأخرى هناك وتبقى اللعبة مفتوحة النهايات في العراق قصفت قوات التحالف الدولي مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينة بيجي وجبل سنغار وغرب كاركوك وبالقرب من الموصل والرمادي وتل عفر تمكنت تلك الغارات من تدمير عددا من الوحدات التكتيكية ونقاط تفتيش أقامها التنظيم الإرهابية بالإضافة إلى عدد من الشاحنات والآليات وعمل قوات التحالف على تطوير خطة تدريب ومساعدة القوات العراقية على محاربة التنظيم والقضاء عليها وتدعيم الأمن داخل البلاد فعقدت الاجتماعات لبحث سبل توحيد وتعزيز الجهود المشترقة لدعم العراقيين وتوفير فرصة لتبادل القبرات ووجهات النظر إزاء كيفية التصدي للتنظيم وظهرت نتائج عمل قوات التحالف وقوات الأمن العراقية في قصف مواقع لداعش غرب محافظة الأنبار وفي محافظة قاركوك مما أصفر عن مقتل العديد منهم وتدمير عدد كبير من معداتهم بالإضافة إلى ذلك التقدم تمكنت القوات الأمنية العراقية وبإسناد من أبناء الحجد الشعبي من تحرير قضاء بيجي وفق الحصار عن مصفات النفط في عملية عسكرية واسعة النطاق من جهة أخرى أعلنت مصادر عشائرية عراقية أن تنظيم داعش يحاول قطع الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين قاعدة الحبانية والرمادي ودفع تعزيزات عسكرية من الضفة اليسارية لنهر الفرات عبر الزوارق إلى مناطق شرق الرمادي التي تشهد معارك ضارية بين قوات الأمن والعشائر ضد التنظيم وفي تطور موازن يظهر أبعاد الصراع في العراق قامت عناصر التنظيم بغلق عدد من المدارس الدينية في مدينة الموصل وفتحت مدارس أخرى في مسعى لتحريف مبادئ الإسلام والترويج لأفقار التطرف والتأثير في عقول الشباب لكسبهم إلى صفوفه يبدو أن المعارك على أرض الواقع أصعب بكثير من مسيلاتها في ألعاب الفيديو فهي مليئة بالمفاجآت والتطورات السريعة التي تستوجب حلولا إبداعية متجددة من كافة الأطراف المتورطة فيها ويصعب أن يكتب أي طرف فيها نهايتها أفد نشطون سوريون بأن حصيلت قتل الغارات التي يشنها قوات التحالف الدولية على معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ارتفعت لتصل إلى أكثر من 900 قتيل منذ بداية الغارات في سبتمبر الماضي وأن معظمهم من مقاتلي التنظيم المتشدد وبعض المدنيين وقد أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات قتلت أكثر من 785 مسلحة من تنظيم داعش و72 مسلحة من جبهة النصرى التباعة لتنظيم لمقتل 52 مدنيا بينهم ثمانية نساء وخمسة أطفال كانت غارات التحالف الدولية قد بدأت في استهداف معاقل تنظيم داعش في أواخر سبتمبر الماضي بعد ضرب معاقله في العراق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو والمملكة العربية السعودية تفقتا على إنشاء مجموعة عمل لتنسيق التعاون في مواجهة الإرهاب جاء ذلك خلال لقاء لافروف ونظيريه السعودية سعود الفيصل وقد أوضح وزير الخارجية الروسي أن موسكو والرياض متفقتان حول ضرورة تعاون كل من يدرك الخطر الحقيقي لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشددا على ضرورة إيجاد طرق تخرج المنطقة من حالة عدم الاستقرار إلى تطورات الأوضاع في سوريا حيث قتل 21 عنصرا من القوات الحكومية السورية في محيط حقل شاعر الغازي والنفطية في محافظة حمص خلال اشتباكات مع تنظيم داعش يأتي هذا بينما هاجم مسلحون من المعارضة السورية آخر معقل تتحصن به قوات الجيش بمدينة البعس في محافظة القنيطرة القريبة من هضبة الجولان المحتلة جنوب البلاد فتحت مركز الاقتراع في البحرين أبوابها صباح اليوم الاستقبال حوالي 350 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية تعد هذه الجولة من الانتخابات هي الرابعة التي تشهدها المملكة وسط دعوات من المعارضة الشيعية لمقاطعتها والآن مع وقفتنا الرياضية يسمين القفاص وأخبار المنافسات المختلفة شكرا لكم أهبا وذينا وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا